ايه يا جماعة الحكاية؟ بالمناسبة يعني يقولك ايه؟ انا بتدقي بقى من الجملة دي معلش انا ياسف وانا ياسف بقى انا هقولها بقى زي ما تطلع تطلع الناس اللي بتطلع تقولك ايه؟ هو يعني صلاح اكبر من اي لعب في المنتخب عشان ما يخرجش؟ اه اه صلاح في المنتخب بكمته باهميته بجودته بخبراته اه ما يخرجش ادامه هو سليم صلاح لاخر لعطة في المباراة وبيتغير خد بالك صلاح النهار تغير مركزه تلات اربع مرات تعال جناح انزل تحت السليم الكورة العب تحت المهاجم تعالى في المركز المهاجم لما خرج اف وكل الاماكن هم متواجد فيها هو اللي بحرك اللعب على فكرة مستوى فتحي الناس بطلعان انه هزعل انه زي كابتو حسين يحطينا على خطو بأجير اه متأكد انه مستوى فتحي متفاهم متأكد انه هو متفاهم مقيمة محمد صلاح في الملعب فاكيد كانت حسين حسين مش هيبعايز اخرج محمد صلاح يقول لك استوى خايف منه صلاح كان بيقلع شرط الكابتنة وخارج مش هيبقى خايف ولا كابتو حسين هيبقى خايف ولو صلاح مش جاهز مش هيعاند بس خلاص انا خدت خبطة خدت كادمة خليتنا زوج شوية كابتو حسين بيجاهز التغيير هيا صلاح انت كويس اه انا كويس يا كابتن مكمل تمام يعني اه مكمل فراح كابتو حسين حسين روح حطي ييده على مستوى فتحي تصوري طبعا انا مش سامع عشان ما حاتش يقول لي ايه ده بيفتي انا مش سامع بس متوقع اللقط مستوى خلاص صلاح هيكمل معلش ما زعلش اه خلاص يا كابتن مش مشكلة ورجع مستوى فتحي على طول حكاية وحوار وقصة ورواية ليه يا جماعة ليه ما بتبوش تنبسطه ليه بنعمل حوار على طول ليه بنعمل حكاية على طول دي حكاية حكاية تانية كابتن حسين حسين بعد المباراة كان لها تصريحات قال فيها انه كان مستمتع بأداء اللعبين ومبسوط وفخور بأداء اللعبين تصريحات محتربة انه يحفز لعبته وقال انه هو كان مستمتع جدا بالشوت الاول وبالشوت التاني وان احنا كنا منظمين وبدأ يتحدث انه المنتخب ما كانش بيلعب كده قبل كده خارج الارض وما كانش بيستحوز كده خارج الارض وما كانش وما كانش وما كانش تمام وإن كنت يعني حب ان كابتن حسين ما يكاربش قبل عالماضي يتكلم على الحاضر وان شاء الله حاضر عظيم ومستقبل عظيم معاه بس ماشي بعد كده قال انا بالعب للناس الطيبين فيه ناس عايزة للمنتخب وكابتن حسين ما ينجحوش فيه معناه يعني مش فاكل نص التصريحات بس ليه ليه يا كابتن حسين انبسط يا كابتن حسين ارجوك يا كابتن حسين انبسط هقولك حاجة عرفين المشهد بتاعيس الجلد والله العظيم شعب كان بيحلف والله العظيم دي مراطي والله والله العظيمة كابتن حسام يحبك والله كل الشعب المصري يحبك كابتن حسام هو من اللعيبة وهو لاعب ومدرب النادرين جداً اللي هتلاقي جمهور مصر كلها تحبه جمهور الاهل يحبه جمهور الزمالك يحبه جمهور الاسمالي يحبه جمهور مصر يحبه جمهور الاتحاد يحبه كل الجمهور يحبه ليه كابتن حسام طول الوقت متصور انه فيه ناس عايزة توقع يا كابتن حسين والله ما حقيقش ولو فيه فدول ما يتعدوش على صابع اليد الواحدة مش هقول لك يعني ان كل الناس ملائكة وكل الناس عايزة لك الخير بس ما يتعدوش على صابع اليد الواحدة بتكلم عنهم ليه أصل سيتمش بيهم وبعدين الموضوع أبسط من البساطة انجح يا كابتن حسين اوصل بمنتخبنا لكاس العالم اوصل بمنتخبنا ان احنا نكسب كاس الأوم الأفريقية غزبا عن اللي نفسيته سيئة هيتحدث عنك بكل خير وبعدين هدايبا نقولي كابتن حسين مدرسة كابتن محمود الجهري مدرسة كابتن حسين شاكل لا اسمها العظيمة اللي مرت على منتخب مصر دي الناس دي لما كايب بتتكلم وبالمناسبة لما كانت بتتكلم كايب بتتكلم بالصغل انت بتتكلم بيها دي كايب بتبقى متضايق وبتطلع الطاقة اللي عندها بس تتكلم امتى بعد كل إنجاز لا يكسبنا كاس الأمر وفي كايب تلاقيك كابتن محمود الجهري كان عمل لقاء وكسبنا كاس الأمر وفي كايب تلاقيك كابتن حسين شاكل راح عمل لقاء لقاء ويفطفط فيه وقول كل اللي في نفسك بس يا كابتن حسين ارحم نفسك انت 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 حاجة نفسك تحدث انت بتصدى لنفسك ضغط مش موجود من مصلحة الجميع محللين واعلاميين ومدربين مصريين ان انت تنجح هتقول لي ازاي هقولك انا راجل اعلامي لما ان شاء الله توصلنا لكاس العالم انا هشتغل اكتر وهيبقى شغلي احسن وهتكلم عن منتخب مصري في كاس العالم وهنبقى في حالة رواج اعلامي عظيم المحلل نفس الامر بيحلل منتخب مصري في كاس العالم المدرب المصري لما حلولك تنجح فسمعيته بتكبر فيا اما هيشتغل مستقبلا في منتخب مصر يا اما يا اما هيجيلي شغل برا بقى في المنطقة لما سمعت المنطقة بالمصري تكبر معاك فالكل كذبان ان شاء الله بنجحك لما تنجحك كابتن حسان بس والله نصيحة من جوه جوه القلب والله العظيم بنحبك كابتن حسان والله بنحبك وان شاء الله ربنا يكرمك بس مش لازم نتكلم كل شوية عادي يعني خلي زورك نادر على فكرة كلما الشخص بيبقى زوره نادر في الكلام بيبقى كلامه اكثر اهمية والله وكلمه اكبر طول الوقت لو اخينا يا كابتن حسان بتكلم فكل كلمة انت بتقولها بتبقى خطيرة ومهمة جد بس لما الكلام هو هو كل شوية انت بتقصر على نفسك واشا عايزك بتقصر على نفسك مش انت الموديل الفني المنتخب مصر عايزينك تنجح عايزينك تبدع والمناسبة بقى فيه نقطة ايجابية عملها كابتن حسان وحسن ممكن تعدي على معظم الناس كابتن حسان وحسن في مباراتين مبارات بوركينا ومبارات غينيا بساو عمل تغييرات تكتكية في الملعب بالجملة شوية 3-4-3-3-5-2-4-4-2-4-4-1-1 على مكلمك على مدار الاربع عشواط في المباراتين الراجل مستعمل منتخب من اسبوع تقريبا من 10-11 يوم مفيش مدرب في المنتخب في اي منتخب في العالم يقدر يعمل ده ويحفظ اللعيب أفكاره بالشكل ده في الوقت الدايق ده ده نجاح يحسب للكابتن حسان وحسن اشتركوا في القناة